موسيقى وكيد دراسات تقول أن هذه القرد الفرحة التي تخدمها من أصحاب فلوس أصحاب الاستثمار الكبرى وهمش هذه الطبقات الفقيرة التي من أجلها أسسها هذه القرد من توم كيسر الوزواش معنكم شي ندراء إصلاحية عامقة لهذه المؤسسة المهمة لتبقى مخلصة لفلسفتها التأسيسية الإصلاحية اللولة والله اللي ما عنديش مع المعطيات ونحن نوصلكم لك الخبر أولاً مؤسسة القرد الفلاحيك ستبقى وفية ذلك الروح التي تخلقت عليه وجلالات الماليك حفظه الله راكي وجهها في هذا هذا باش تكون يعني بنك ديال الفلاح طبعاً فلاح الصغير فلاح الصغير لأنك المنتوجات التي تمشغل في اللح الصغير هذا هو المهم جداً وكذلك اللي خصنا قلوب إن الأبناء كالأخرى ستحتها هي تجيل الفلاح ستدخل في القطاع الفلاحي وهذا كلي يعني كما كدخل في البناء هذا تدخل القطاع الفلاحي والفلاحة اللي قد يمشيوا معها يمشيوا معها باش كيبقى القرد الفلاحي عنده واحد القدرة باش يواجه يعني الإشكاليات اللي عنده الفلاح الصغير عدة منتوجات اللي كتمشي غير ديال البنكية اللي هي مخصصة للفلاح الصغير فكاين طبعاً إصلاحات وكاين كذلك وحد ضرفية اللي كيبان هاد الشيء هاد الضرفية هي اللي صعبة الفلاح عملكاً كيكون ينتج بكيكونش عنده الإشكالية داباً فهذا الوقت باش كيكون هاد المشاكيل اللي غاديت لقص القرد الفلاحي يكون عنده الإمكانيات باش يواجه فهذا توجيهات الملكية السامية الأخيرة ديال هاد السنة هادي مليار ديال بدرهم اللي اعطت الدولة القرد اللي اضخاته في الرأس المال ديال القرد الفلاحي باش تكون عنده طاقة باش تطر هذه اتفاقية الإطار ولكن القرد الفلاحي الآن السيد المدير الرئيس المدير العام ديال القرد الفلاحي راه توجيهات في هاد كيفاش يكون عنده واحدة الإصلاحات وكيفاش يكون عنده المواكبة ديال هاد إشكالية اللي كايناء وحنا هاد الشيء ما ما يتقدم للقضاء ولا خصو نلقاه الحلول العملية ويكون حلول يعني جديدة نعم صاحب جلالة تكلم عن خرجنا من مغرب الأخضر وتخلنا الجيل الأخضر وهو مشروع كبير مدة عشر سنوات وخصصت له واحد ميزانية دخمة عشاط مالاير ربينك السيد الواجر عاد تفسر الناس بواحد اللغة بسيطة شنو هاد الجيل الأخضر شكل غيستفد منه شالأهدف ديره والآنية والمتوسطة والبعيدة الجيل الأخضر غير كما قلت أنه خذب عين اعتبار المخراجات ونتائج دير المخطط المغرب الأخضر اللي كانت فيها أهداف مهمة اللي بصلنا لها وإيجابيات وكين فيها تحديات جديدة وهذه التحديات ليش خصها مزيان مخطط المغرب الأخضر ولت كأهداف في استراتيجية دير الجيل الأخضر فالجيل الأخضر عند وجود دير الأسوس الأساس الأول هو التنمية البشرية ووضع الإنسان في قلب المعادلة وعندنا عدة محاور في هذا الأساس أولا العمل على إبراز واحد طبقة وسطة متوسطة فلاحية قروية يعني إذا أردنا أن الناس تستمر في القرى وتستمر في الفلاحة خصنا نتضعوا من المعيشة ديالها وخصنا ولهذا ماشي غير القطع الفلاحي بوحده اللي غادي أبنى كين الجوانب أخرى كين مثلا التنمية القروية لأن اليوم أولاد الفلاحة رقرا وكين مهندسين وهذا باش يبقاوا في ذاك المنطقة خصنا الطرق خصنا الماء البنية التحتية البنية التحتية يعني التنمية القروية خصتكن بالموازات مع تنمية الفلاحية ثانيا يجلب الشباب لهذه القطعة يعني ما يمكناش لأن هذا هو بعد النظر كيفاش يمكننا نستمر إن أنا عندي يعني أول عنصر بالنسبة للاستدامة هو العنصر البشري خصنا الفلاحة ديالنا ديال المستقبل خصنا نفكره فيهم ونكونهم من دماء يعني الشباب وعدة تحفيزات والهدف هو باش نجلبوه تلتمية وخمسين ألف مستثمر جديد شاب في القطع الفلاحية ما يهم منسبة الشباب تستمع إلينا الآن شيرت بحلشة تحفيزات هتكون مادية كين عندنا زوج ديال ديال هذا كين تحفيزات اللي كتمشي لإنتاج وكين تحفيزات في الخدمات في منسبة لإنتاج عندنا الرفع اللولى هي الأرض هو نوجدوه الأرض وعندنا الخزان ديال الأراضي يعني الجماعية مليون هكتار اللي كان خدمه مع وزارة الداخلية اللي نعند الوصاية عليها باش تكون يعني التعبئة ديالها تبقى للخطاب الملكي السامي اللي يهضر على المليون هكتار ديال الأراضي هذا اللي تمشي لشباب هذا الشباب سواء كان دوي الحقوق أو لا يكون شاب اللي يخصو الأرض وبغي استثمار وفي هذا الأراضي عملنا واحد التحفيزات اللي هي زيادة التحفيزات اللي موجودة اللي هي ولي تمشي لشباب اللي عندهم قل مربعين عام ولي بغي استثمروا فهذا هذا الأراضي عندنا هذا الشي المقاولاتية وتشجيع المقاولات ديال ديالشباب اللي فيها لإنتاج وفيها الخدمات الخدمات شنو هي هو أنه تكون يعني شركة صغيرة ولا تكون يعني تعاونية واللي كتخدم للفلاح الفلاح عواض بشي شي تراكتور وشي الأليات تيخلصها ذاك وكيدير الولا خور في هالجوز ديالفوائد أولا كنخدموها الناس تانين كيكون تحديث ديالفلاح هذو الناس غد يخدمو بوحدة المهالية من اللي كيمشي مقص الشجار ولا كيدير مع التقنية كيديرها بوحدة العقلانية دون كين هذا المسائل وكين طبعا المواكبة ديالهم فيما يخص هذا الشي ديال التمويل اللي هضرنا عليه لأن كين تحفيزات ديال دولة ماشي كافية كين اللي عنده هذا الشي اللي كي يجيب دياله اللي كيزيد للشباب والقرض الفلاحي مرخرط معنا في هذا نحن مبقش وقت سيد الوزير يعني الآن نحن في موسم فلاحي جديد نتمنى المؤشرة ديال الأمطار الخير تستمر الشي التنبؤة ديالكم إن شاء الله هذه السنة على مستوى صورة الغلاء لأنه من المغاربة يشتكونوا كثيرا صورة من اللحوم مشكلة اللحوم الخضار الفواكه يعني والناس عندهم أمل فيكم بأنكم فنكمل هذا كالأساس الثاني ديال استراتيجي الجيل الأخضر اللي هي فلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا واللي فيها سلاسل الإنتاج وفيها الماء وفيها طبعا تحديث ديال المراقبة وهذا فهذا السؤال مهم جدا العمل على توزن ديال سلاسل الإنتاج ما هو التوزن ديال مليجة كورونا مثلا في الإنتاج الحيواني هذا السلاسل التوزن ديال يعني باش شنو القاطع القاطع كل عام يتعود التناسل وهذا كان فيه واحد من كورونا إعادة العمل على إعادة هذا التوزن وهذا التوزن هو اللي يخلينا باش يكون لدينا واحد استقرار في السوق بالنسبة اللحوم وبنسبة الحليب وبنسبة حتى الدجاج وبنسبة المشقات ديالهم وتانيا هذا ما يخص المنفوجات النباتية هو هذا العمل اللي كنديروه ديال المياه هذا هو اللي يخلينا تحكمه في الإنتاج ونعاون الفلاح باش يكون عنده رابح ولكن نعاون المواطن باش تكون عنده أتمنى مناسبة الطاقة قدرة الشرائية تكون الشرائية والواحد المؤشر الجد مهم هو أن في هذا يعني البشروع ديال الميزانياء الجيل الأخضر حاضر بقوة يعني لأن الميزانية المخصصة من 2030 هي 116 مليار درهم وكل سنة كنشوف الميزانية سيكون عندنا ذا الراسل اليوم كين وزيادة لأن هذا مهم جدا هذا القراءة ديال القانون المالية كي بينا بينا الحكومة عملت على واحد توافق ولا واحد كونvergence بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية هذا زوج ديال المسائل السياسة الفلاحية هو أن خس الفلاح يرباح ويزيد ويستمر والسياسة الغذائية خس المواطن يلقى المواد توفير الغضاء وهنا عنا زوج كان واحد التقائية وهذا شي جد مهم وهذا شي قطيع فيما يخص تنزيل وهذه مقاربة جديدة حكومية السيد الوزير ما بقى قلت لي السنة الوقت مقاش ولكن بكل أمانة الناس من تتعليق بالزاف تقول لي قل الوزير هنالت يقول الفقار ومتغول قل لنا شنو غير يعطينا في هاد السنة واش كين مشكيل قال لك لكان الجفاف واش غير دخل باش الناس ميخرج القرض في الاحية أو التخفض واش العلف غير تعود في النظر الدعم الشعير والبودور وهذك المواشي ديرهم الناس بآمانة قال لك هدا هما لا يهم ماشي هاد المفاهيم الاستراتيجية ما تيهمش المواطن البسيط تيبك أعطيني أنا شنو شنو غير كون شو غير همني في سنة الفين أربعة وعشرين وقال لك قال لي بآمانة قال لك وديها الحكومة دخلنوش راه غاد في الطريق الصحيح وقال لك احنا عدنا فيها آمل كبير باش ترجع لنا الكرامة الكرامة الإنسانية ونحن زي ما في اللحين صغار وولادنا تيقرأ والحياة غالية قال لك سي صديقي رجل مزيان قالوا الناس قال لك إنسان دار في وجوه أنه الصادق قال لك ما فيش هذه اللغة الخشبية واللغة وهذه قال لك ميزة بينك تقول لي آخرة الماء شو تقدم لهالطبقة في هذا المشروع كهذا الميزانية الـ 24 باختصار فباختصار أولا يعني الهدف دينا هو ذك الفلاح الصغير والمتوسط وذك الفلاح اللي كيكون 70% من الفلاح بغينا الكساب يستمر في الكساب وقد نعاونه بالآلاف وبدو لحدود يعني هالآلاف اللي كنديروها ما بقيناش نعطيه غير بتقصيد رام موجودة بغينا كذلك نعاونه هد فيما يخص اللحوم فيما يخص الأتمين ميكانزمات لبهذا الشي ديال الاستيراد ما بقيناش نستوردو نستوردو غير باش نخفو عن المواطن والفلاح كذلك الصغير كان تبع الوضعية يعني ديال الاجراءة اللي كنديروها رأها من اليوم اليوم وإحنا غادين إلى يعني تلب الله يرحمنا بشتاء لأن إذا جتشتاء بزاف المشاكل غادي تتحل وغادي نمشي الواحد السرعة حالة ما حالة ما حكومة وجدة وهذا الشي اللي درنا مثلا في الأسميدة اللي هو تاريخي رأها واحد المثال ديال ديال اللي كاينا دبال في الله رأها كلفة الانتاج غادي أثر عليها هادش عندنا هالشي ديال السقي غادي نستمر فيه غدا واحد عنده عنده مثلا واحد البير اللي مايمكن لش يسقله عشرة دكتارات ولكن رأس بتقنية ديال يعني الاقتصاد ديال الماء غادي يوصل هادك شي موجود وإحنا غادي نصرع في هالشي ديال 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 تحفيزات وهذا وهذا شي ديال القرض الفلاحي والديون والجدولة ديال 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 الماء وهذا احنا خدامين عليها وإحنا غادي ما غاديش نخلي انا من المهام ديالي هو باش ندفع الفلاح والفلاح الصغير هذا هو المهام ديالي الاولى